الجميع حول العالم سواء من المستثمرين أو البنوك المركزية أو البنوك الاستثمارية حتى كانت تراقب ما يحدث بالنسبة لقطاع المساكن. السبب في ذلك يعود إلى الرفع الكبير الذي شهدناه من البنوك المركزية لمعدلات الفائدة. الأمر الذي طبعا رفع معدلات الفائدة على الإقراض العقاري. وهو اليوم الضاغط الأكبر على هذا السوق. ما هي التوقعات بداية عندما ننظر للتباطؤ المتوقع في قطاع المساكن العالمي؟ طبعا نحن هنا ننظر إلى مؤشر الهاوسينج أو مؤشر أسعار المساكن بالنسبة لألمانيا، بريطانيا، أمريكا وفرنسا. وفي هذه النقطة هي نقطة التوقعات للعامين 2023 و2024. التوقعات بأنه سيكون لدينا تباطؤ كبير. هو التباطؤ الأقوى بالعودة حتى سنوات الأزمة المالية العالمية 2007 و2008. بعض الدول حتى ستدخل في إنكماش بحكم أن مؤشر الأسعار سيتراجع حتى دون نطاق الصفر تحديدا بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لبريطانيا. طبعا كثير من الملفات أثرت على هذا القطاع. في بعض الدول كان لدينا تقييمات مرتفعة. في بعض الدول لدينا تشديد أكبر للسياسات النقدية. في بعض الدول لدينا تراجع أكبر للدخل الحقيقي. وبالتالي كل هذه المعادلة اليوم تضع ثقلها على هذا القطاع. ولكن ماذا عن قدرة المشترين على تحمل هذه الأسعار المرتفعة؟ نحن هنا ننظر إلى مؤشر سعر المسكن إلى الدخل. ونلاحظ بأنه في الآوينة الأخيرة كان هذا المؤشر في صعود مضطرد. وتحديدا عندما ننظر للولايات المتحدة الأمريكية مثلا هنا في هذا الخط الأحمر. هذا الصعود هو عمليا الأقوى بالعودة أيضا حتى سنوات الأزمة المالية العالمية. وسبب في ذلك يعود إلى عاملين. أولا بالنسبة لبعض الدول وتحديدا بالنسبة لأمريكا كان لدينا تقييمات أعلى بالنسبة للمساكن. وبالنسبة لبعض الدول الأخرى كان لدينا تراجع في الدخل. وخصوصا إذا منظرنا للدخل الحقيقي. أو الريل إنكم الذي يستبعد معدلات التضخم. وبالتالي هذا أثر على ما يعرف بـ وزاد من الضغط على قطاع المساكن. معدلات الإقراض العقاري هي القصة الأكبر بالنسبة لهذا القطاع. خصوصا إذا منظرنا لهذا المعدل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وصل لمستويات السبعة في المائة. هذا المستوى يتجاوز حتى فيما وصلنا له في سنوات الأزمة المالية العالمية. وأيضا هو الضعف ما شهدناه في العام الماضي. حتى بالنسبة لبريطانيا. حتى بالنسبة لمنطقة اليورو. كان لدينا هذا الارتفاع في معدل الرهن. أو معدلات الفائدة على القروض العقارية. بحكم أنه البنوك المركزية تشدد معدلات الفائدة. وتشدد وطيرة السياسة النقدية. وبالتالي من الطبيعي أن نشهد هذه الارتفاعات القوية. السؤال اليوم الذي يطرح نفسه هو. إلى أي مدى ما قد نشهده بالنسبة لهذا القطاع. قد يماثل ما شهدناه بالنسبة للعام 2007-2008. بداية الوضع مختلف. سواء بالنسبة للبنوك. لأن لديها كابتل أدكويسي أعلى. سواء بالنسبة للمشترين. لأن لديها من اليوم حقوق ملكية أو إكوتي أكبر في المنازل. بالمقارنة مع سنوات الأزمة المالية العالمية. أو حتى إذا ما نظرنا إلى معيار أهم. وهو الحجم القروض التي تعتمد على الفلوتينج ريت. أو معدلات الفائدة المتحركة. اليوم هذه النسبة كانت في تراجع مضطرد تحديدا بالنسبة لأوروبا. هنا كانت في العام 2014. وكانت في تراجع مضطرد حتى العام 2022. وبالتالي اليوم بالنسبة لإيرلندا. رومانيا. إيطاليا. كل هذه الدول شهدت تراجع كبير في معدلات الفائدة المتحركة. التي يتم الاعتماد عليها بما يتعلق بالقروض الرهن العقاري. يعني اليوم عندما يذهب أي شخص للاقتراض. لا يتم الاعتماد على الفلوتينج ريت. تكون الفيكست ريت. وبالتالي هذا أيضا يخفض من المخاطر. مخاطر.